السلام عليكم ومن القصص الجميلة كان في واحد غنم كثيرة كان محتاج إلى راعي فجاله واحد يطلب العمل عنده برعي الغنم فوافق صاحب الغنم على أن يشتغل عنده برعي غنمه فقال له ما في راتب راتبك أنه آخر السنة اللي تشيل من الغنم فوق راسك يعتبر لك يعني راتبك بهالشرط تقبل بهالشرط الله يحييك يعني آخر السنة ترفع تشيل من الغنم اللي تشيله من الغنم فوق راسك فهلك فرح الرجال يعني زين يعني راتبين زين ذا يعتبر وهو يعني ضامن نفسه هو رجل فتوه وعنده قوة قال إن شاء الله يغنمه كلنا برفعه إن شاء الله آخر السنة بشيلهن كلهن الرجال ذكي راية الغنم بدأ يطعم هالرجال ذا كل يوم قرص حنطة بدو ملح وكل يوم يطعمه قرص حنطة بدو ملح طبعا هذا يعتبر عشا وغدا وفطور لهذا لها الرعاية كل يوم يسوي له قرص حنطة بدو ملح ويأكل ذا مبسوط ومتدخلت ذا السنة عشان يبدأ يرفع هالغنم ضامن نفسه لأنه شاف النفسه أنه فتوه قوي يوم قضة السنة يلا قال خلاص يا عم الحين قضة السنة نطبق الشرط حقك قال الله يعينك الله يقوك يوم يرفع خروف وصله ولا نصدره عجز عنه يروح للثاني دورة يضعف وعجز عنه يروح للثالث وعجز عنه يروح للثالث وعجز عنه يدوره صغير وعجز عنه يرفع فوق رأسه الحقيقة تعب الرجال وضاك صدره مشتغل سنة مجانا بشرط والشرط هذا ما خدمه المهم ودع رأي الغنم وزاعل وضيق صدره وما حصل شيء وراح منه وهو رايح ما قال خلال فيه على صديقه له له صديق بحد القرى قال خلال فيه عنده مير وسريح اليوم وتقهوه عنده ونفض شوي من الهمومة اللي بداخلي له وصر صديقه ورحبه صديقه ومبطي ما شافه وقهوه وقال وراك ضايق صدرك قال له والله أنا استغلت سنة كاملة عند راعي غنم أرعي أغنمه ولكن بدون راتب بشرط قال وش شرطه قال شرطه أنه آخر السنة أنه بعد ما يخلص المدة الاتفاق اللي بينه وبينها السنة أنه أي غنم غنم لك أي غنم ترفع فوق راسك بهلك يقول يوم قضت السنة وجاء موعد الاتفاق وبدأت أرفع أرفع الغنم عجز ترفع حد عجز أنا خابري أني قوي أرفع الحديد وأرفع الطليين هم طلي واحد من أول قبل ما أشتغل عنده ما ديوش جان نقول قال وش كان يطعمك الرجا هذا صاحبه ما شاء الله نبي وداكي ويعرف المواضيع كله قال وش كان يوكلك صاحب الحلال قال الله كان يوكلك قرص حنطة بدون ملح قال عرفتها حي كان يوكلك قرص حنطة بدون ملح قال هذا أكلي فطوري وغداي بدون ملح لأن قرص حنطة قرص حنطة يسأل الله أرجع لأمه وخلوه يوكلك مثل من أول اللي هو القرص الحنطة بدون ملح وقل له احتذر له قال أنا والله تحسفت ويمكن كان ضايق صادري وكذا وهذا ما أفب الشرط لكن أجرب حظي سنتين ثانية وخذ هذا الملح خلوه معك لا يشوفه ولا منه جاب لك القرص اللي الحنطة بدون ملح حطبه هنت ملح وكله قال صاد قال إن شاء الله بتشوفها الخرج بإذن الله وإن شاء الله أنك تضفح أغنموا كلهن رجع الرجال وقال له أنا والله تحسفت أني خليت وكذا وأنا عرفت أني استعجلت يمكن أني تعبان يمكن يكون كذا فعطني فرصة لسنة ثانية قال الله أحييك ومن موصل رحل الغنم واحد يشتغل عنده بلاش وضام لني وشي بيسوي به بدأ العمل وبدأ جاب له هو اليوم اللي هو القرصة الحنطة الحنطة وجبله يومية فأخذه منه وراح دخل بخيمته وطلع الملح اللي معطيها الرجال وذر عليه ملح وبدأ يأكل وبدأ على هالطريقة يوم قضة السنة قال لي خلاص يا عم أحنا بطبق الشرط اللي بين وبينك اللي هو رفع الغنم وأي غنم رفع السلي قال الله الله يعينك تستاهل أي شيء ترفع ويعتبر حلالك حسب الشرط اللي حنويات يقولوا ينبز الخروف والله أول واحد وثرو فوق رأسه يحلت هناك هذا واحد ويحلت الثاني والثالث والرابع والخامس يوم ما شاء الله يمكنه ضف ربع الغنم تعب الرجال هذا من الرفع قال لي نعمة هذه هذا وليه حقة العام وحقة السنة وسلم على رعي الغنم قالوا تكفى أطلبك طلب أنك تعلمني ويش اللي غيرك من حالي لحال قال أنت كاليوم السنة الماضية كنت أعطيه نقرص حنطه بدون ملح وشكيت حالي لصديقي وقالي كذا وكذا وحط ملح وما شاء الله رجعت لي قوتي ونشاط هل فعلا صحيح أن الملح يأثر على النشاط والقوة الله أعلم هذه فكانت قصة جميلة رجع الرجال لأهله بخير كثير بعدما استولى عليه من صاحب الغنم الله وفك الجميع تحياتي وشكرا ترجمة نانسي قنقر